بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم قد أفلح من زكاها الكلام حول تزكية النفس كما هو معلوم أن النفس الإنسانية قابلة للتطور كما أن جسم الإنسان قابل للنمو والتطور هذه النفس وهذا الجسم ينمو ويتطور ولكن النمو والتطور بحاجة إلى رعاية فإذا كانت رعاية صحيحة فإن هذا النمو يكون نموا صحيحة وإذا لم تكن الرعاية صحيحة فإنه قد لا يكون نمو وإذا كان نمو فإنه نمو غير سليم نفس الإنسان تشبه أرضا صالحة للزراعة الأرض الصالحة للزراعة إذا جاء الزارع والفلاح وزرع فيها زرعا صحيحا بطريقة صحيحة وثم اقتلع الأعلاف المضرة التي لا تنفع فإنه بعد فترة هذه الأرض تنتج الفاكهة وتنتج المحاصيل الزراعية السليمة المفيدة ولكن هذه الأرض الزراعية إذا لم يعتني بها إنسان خبير في الزراعة بعد فترة هذه الأرض تنبت كثيرا من الأعلاف وكثير من هذه الأعلاف تكون مضرة أي تستهلك تلك التربة وتأخذ قوتها ومنافعها في شيء غير مفيد فتجد الأرض أعطت قوة وأعطت العناصر الإيجابية الموجودة فيها إلى زرع إلى علف غير مفيد لا يفيد إلا للحرق مثلا لماذا؟ لأن الزارع لم يعتني بهذه الأرض الإنسان نفسه كذلك هذه النفس تربة صالحة لزراعة الخيرات ولزراعة الفضائل فإذا الإنسان التفت إلى هذه النفس واستعمل الطرق والأساليب الصحيحة في التهذيب والتشذيب يتمكن من أن ينمي في نفسه الفضائل وهذه الفضائل إذا نمت في نفس هذا الإنسان تؤثر أثرها في جسمه وفي عمله وتنتج رضا الله عز وجل والسعادة الدنيوية والأخروية ولكن إذا لم يلتفت الإنسان إلى نفسه في هذه النفس تنمو كثيرا من الرذائل باعتبار أن كثيرا من الرذائل هذه مرتبطة بالهوى أو بالشهوات أو المحيط الجو الاجتماعي غير السليم يزرع في هذه النفس الرذائل وبعد فترة هذه الرذائل تنمو وتستمكن في نفس الإنسان وبعد ذلك تؤثر في عمله وفي فكره وفي حالته الاجتماعية وبعد ذلك هذا يؤدي إلى صخط الله عز وجل وإلى الشقاء في الدنيا قبل الآخرة ولذا الله عز وجل في القرآن يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الذي يزكي هذه النفس أي ينمي فيها الفضائل قد أفلحه هذا الإنسان يكون سعيدا في الدنيا قبل الآخرة ولكن قد خاب من دساها دساها أي نقصها بالمعاصي والذنوب كما أن العلف غير المفيد المضر ينقص التربة عناصرها المفيدة والإيجابية الذنوب والمعاصي تنقص النفس وتسبب الخيبة والشقاء في الدنيا قبل الآخرة ولذا تزكية النفس من الأمور الهامة جدا وتزكية النفس قبل العمل لأن العمل في الحقيقة إنما هو نتيجة فكر الإنسان وفكر الإنسان يتأثر من نفسية الإنسان إذا كانت نفسية سليمة فإن الفكر يكون سليما والعمل يتبع الفكر السليم ولكن إذا النفسية كانت نفسية سيئة فالفكر يكون سيئة فالعمل يكون سيئة فبناء على ذلك ينبغي ويجب على الإنسان أن يزكي نفسه أن يلتفت يزرع في نفسه الفضائل أو ينمي في نفسه الفضائل وإذا رأى هناك بوادر للرضائل يحاول إزالة تلك البوادر من الرذائل قبل أن تتمكن في نفسه ورد في حديث شريف أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه لا تزنوا وأما أنا يعني عيسى يقول عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام يقول وأما أنا فأقول لكم لا تفكروا في الزنا ليس فقط لا تزني ولا تفكر في الزنا لماذا؟ لأن الفكرة يقود الإنسان إلى العمل في كثيرا من الأحيان وطبعا الله عز وجل جعل النفس بشكل قابل للتغيير وقابل للتطوير وقابل للتعويد يعني الإنسان يمكن أن يغير نفسه ويمكن أن يعود نفسه على ما أراد قد يكون في البداية صعب ولكن إذا الإنسان تعود على شيء فإن ذلك الشيء يسهل عليه يقال أن غاندي محرر الهند كان في بداية حياته جبانا لكنه حاول وجاهد مع نفسه بحيث أنه أزال الجبن عن نفسه يقال ويقال أنه ذكره في مذكراته أنه كان إذا أراد أن يدخل إلى الدار في بداية الدار كانت هناك سقف هناك كان وكان ظلمة فكان يخاف من هذه الظلمة من هذا الظلام فحينما كان يريد أن يدخل إلى الدار كان يدخل إلى الدار وهو يصرخ صراخا عاليا لشدة جبنه ولكن لأن الله عز وجل جعل النفس قابل للتغيير وللتطوير حاول أن يغير نفسه وأن يشجعها فشجعها وشجعها وشجعها إلى أن صار شجاعا وفي الشعر المعروف ولن تستطيع الحلم حتى تحلم يعني الإنسان غير الحليم الذي لا يتمكن من أن يقاوم جهل الجاهلين بالصبر وبالحلم فإن هذا الإنسان ينبغي عليه أن يتحلم أي أن يظهر الحلم مرة يظهر الحلم يعني يتصنع الحلم مرة ثانية يتصنع الحلم مرة ثالثة يتصنع الحلم تدريجيا نفسه تتعود على الحلم فيصبح حليما وكم شاهدنا من ناس وسمعنا في التاريخ وسمعنا من الآخرين أن هناك كثير من الناس كانت فيهم عادات سيئة وصفات سيئة غيروها بحيث أنه تحولت تلك الصفات السيئة إلى صفات حسنة وكم شاهدنا أكس ذلك ناس كانوا يمتلكون صفات جيدة لكنه بسوء اختيارهم حولوا هذه الصفات الجيدة إلى صفات سيئة فينبغي على الإنسان أن يكون دائما الالتفات إلى تزكية نفسه كما أن الزارع دائما الالتفات على زرعه كيف يمكن للإنسان أن يزكي نفسه هذه التزكية كيف يمكن للإنسان أن يوجدها في نفسه كثير من الأحيان الإنسان لا يمتلك صفات الفضائل وبعض الأحيان بعض الناس لهم بعض الرذائل في أنفسهم كيف يمكن للإنسان أن يزيل هذه الرذائل وأن ينمي هذه الفضائل في نفسه حتى تظهر في عمله ويتعود عليها بحيث أنه تسهل عليه هناك طرق متعددة ومن الطرق هو أن الإنسان الذي في نفسه بعض الرذائل إذا أحس بالحاجة إلى التغيير هنا يكون قد قطع الشوط الأول والخطوة الأولى الإنسان الذي لا يحس بحاجة إلى التغيير لا يغير لماذا؟ لأنه يجد الشيء أو الحالة التي هو فيها حالة جيدة ينبغي الاستمرار فيها فلذا لا يغير الله عز وجل لماذا في القرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الإنسان إذا كان في مشاكل لم يغير ما بنفسه يعني لم يحس بحاجة إلى التغيير كمصداق ولم يغير الرذائل التي هي موجودة في نفسه حتى ينتقل إلى مرحلة العمل والعمل يؤدي الإنسان إلى النتائج المرجوة إذا الإنسان لم يكن يفكر في ذلك فالله عز وجل لا يغير ما به لماذا؟ لأن الله عز وجل هذه النفس ألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين إما من هذا الطريق إما من ذلك الطريق فالإنسان أول خطوة للوصول إلى الفضائل وترك الرذائل أو لإزالة الرذائل وتنمية الفضائل هو أن يحس بالحاجة إلى التغيير الإنسان الذي يمرض إذا ما حس بحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب لا يذهب إلى الطبيب أكثر الناس يذهبون إلى الطبيب لأنهم يحسون بالحاجة فإذا الإنسان ما حس بالحاجة لا يذهب وقد يكون مرضا مستعصيا ببعض الأحيان هناك أمراض خطيرة يصاب بها بعض الناس ولكنه إذا ما أحس بحاجته إلى إزالة ذلك المرض لا يذهب إلى الطبيب نعم إذا أحس بحاجة إلى إزالة ذلك المرض يبادر إلى الذهاب إلى الطبيب حتى إذا كانت له أعمال كثيرة فأولا والخطوة الأولى الإحساس بالحاجة إلى التغيير هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية الإحساس بالحاجة إلى التغيير وحدها لا تكفي وإنما بحاجة إلى خطوة ثانية الخطوة الثانية إيجاد الطرق الملائمة يعني الإنسان في مثالنا إذا أحس بمرض وأحس بأن هذا المرض خطر وينبغي عليه أن يتخلص من هذا المرض يذهب إلى الطريق الملائم ما هو الطريق الملائم؟ يجد طبيبا حاذقا مختصا في المرض الذي هذا مبتلى به فيذهب إليه والطبيب حسب ما له من علم يحاول أن يعالج هذا المريض لكن إذا هذا المريض أخطأ الطريق بدل أن يذهب إلى الطبيب الخبير ذهب إلى مشعوذ مثلا في كثير من الأحيان نسمع أن بعض المرضى يذهبون إلى المشعوذين يتصورون أن هؤلاء المشعوذين يتمكنون من القضاء على أمراضهم هذا لا يصل إلى نتيجة لماذا؟ لأنه صحيح أحس بالحاجة إلى التغيير وإلى الشفاء وإلى العلاج ولكن أخطأ الطريق الأمر الثاني والخطوة الثانية هو إيجاد الطرق الملائمة أن الإنسان الذي يريد تزكية نفسه إذا ذهب في الطريق غير الصحيح لا يصل إلى نتيجة ونحن نشاهد مثلا كثيرا من الناس بدل أن يأتي إلى الطريق الصحيح ويهذب نفسه ويريد تهذيب النفس يقع في طرق هذه الطرق غير سليمة هذه الطرق غير صحيحة هذه الطرق لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان يذهب إلى أشخاص ابتدعوا طرقا ووسائل هذه الوسائل لا تزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل ولا تزيده إلا ابتعادا عن الله عز وجل نقول لهم من أين أتيتم بهذه الطرق لم يأتوها من الله عز وجل ولم يأتوها عن رسول الله عز وجل ولا ينطبق عليها عنوان من العناوين الكلية الشرعية يذهبون إلى هؤلاء فلا يزيدهم إلا انحرافا وإلا خسرانا في الدنيا والآخرة ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يهذب نفسه أن يراجع القرآن الكريم أولا ثم يراجع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل من لطفه على العباد بيّن لهم كثيرا من الأمور في القرآن أو عن طريق رسول الله والرسول صلى الله عليه وآله أو دع علمه وحكمته في الأئمة عليهم الصلاة والسلام فالإنسان إذا استقى هذه المعرفة وهذه الطرق من القرآن الكريم ومن الرسول ومن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وصلى الله على رسول الله وآله فهذا الإنسان يتمكن من تهذيب نفسه يصل إلى الطريق القويم ويسير في هذا الطريق القويم وهذا الطريق القويم يؤدي به إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة الأمر الآخر وهو من الطرق الملائمة التي أمر بها الله عز وجل والرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام هو مصاحبة الأخيار كما ذكرنا في حلقات سابقة الأجواء التي تحيط بالإنسان تؤثر في الإنسان تأثيرا بالغا فالإنسان ينبغي عليها أن يوجد الحلقة المحيطة السليمة لا تكون هناك حلقة محيطة غير سليمة مصاحبة الأخيار هذه تؤثر على الإنسان ولذا ورد في الحديث الشريف أن الإنسان ينبغي عليها أن يجالس العلماء لماذا؟ لأن العالم له علم استقاه من طرقه الصحيحة التي تصل إلى الأئمة وإلى رسول الله وإلى الله عز وجل فمجالسة العالم تسبب أن الإنسان يتعلم العلوم ويتعلم كثيرا من الأمور أو الإنسان إذا جالس الصالحين الجوء الاجتماعي الذي يحيط بهذا الإنسان من هؤلاء الصالحين يؤثر في هذا الإنسان ولذا نجد أن الإسلام دائما يحاول إيجاد البيئة الصالحة للمجتمع ولذا نجد مثلا صلاة الجماعة لعله من أسباب الأمر بصلاة الجماعة تسهيل الصلاة على الناس كثير من الأحيان الإنسان يستصعب الصلاة ولكن إذا وجد كل الناس يصلون فإن صلاته مع الناس تكون أسهل وهذا لعله من فوائد صلاة الجماعة طبعا هناك فوائد أخرى ولكن هذا هو الشاهد الذي نريد أن نذكره الآن فمصاحبة الأخيار توجد حلقة إيجابية محيطة بالإنسان وبعكس ذلك مصاحبة الأشرار هذه تسبب على الإنسان أن يكون محيطه محيط غير سليم والمحيط غير السليم في كثير من الأحيان يؤثر في الإنسان ولذا في القرآن الكريم نجد الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعضهم عدو يعني في يوم القيامة كثير من الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا الذين كانت صداقتهم مبتنية على أساس سليم وعلى أساس صحيح وأيضا من الطرق الملائمة لإيجاد تزكية في النفس التفكير في أي عمل يريد فعله لماذا التفكير والتفكر من الأمور المحبذة؟ لأن التفكير هذا هو في الحقيقة تفعيل للعقل وتفعيل العقل يسبب وصول الإنسان إلى الطرق السليمة بعكس الذي لا يفعل عقله الإنسان إذا فكر في أي عمل أراد فعله وفكر في إيجابيات ذلك العمل وفكر هل لهذا العمل سلبيات وفكر في نتائج ذلك العمل في كثير من الأحيان يكون هذا هو طريقا ملائما لكي لا يرتكب الإنسان المخالفات والمعاصي ويساهم في تزكية نفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين المزكين للنفس وأن يبعدنا عن الخيبة إنه قريب مجيب هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمدا وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر